الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونحن في شهر رمضان ونفسي بتقوى الله تعالى إنها فرصة مواتية مدتها ثلاثون يوما لكي يتدرب أحدنا على لزوم التقوى الوقت مناسب جدا أبواب الجنان مفتحة أبواب النيران مغلقة الجو الاجتماعي يعينك على أن تنضبط ثلاثون يوما تستطيع خلالها أن تتدرب على لزوم التقوى فإذا مضى رمضان صارت التقوى لك سجية وعادة تركوا الحرام إتقانوا الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما كان واحد فينا قبل رمضان مقيما على معصية فتجده في رمضان مقلعا عنها تاركا لها معرضا عنها منصرفا إلى طاعة بدلها وإذا كان واحد فينا لا يزال مقيما الآن الآن يا باغي الخير أقبل الوقت مناسب جدا لكي يترفع أحدنا عن حرام علق به لعل واحدا فينا قبل رمضان كان مقصرا في الفرائض سبحان الله رمضان الجو العام يدعوك ويدفعك إلى أن تكون مع أهل الفرائض بل مع إتقان الفرائض ربما كان واحد فينا قبل رمضان لا يؤدي النوافل جو رمضان يدعو الجميع إلى أن يكونوا في صلاة التراويح يدعو الجميع إلى أن يكونوا في صلاة النوافل الجو مساعد جدا جو رمضان مساعد جدا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهل جدا أن تأخذ بيد صاحبك إلى طاعة والناس كلها ذاهبة إلى الطاعة سهل جدا أن تنهى صاحبك عن معصية لأن الجو العام جو طاعة وليس جو معصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رمضان سهل ومثله ترك الحرام وإتقان الفرائد وأداء النوافل وعلموا أيها الإخوة هذه الأربعة عليها مدار خطب الجمعة جميعها التي سمعتم والتي ستسمعون وإذا خرج أحدنا من رمضان وهو متمسك بهذه الأربعة فقد فاز في رمضان فوزا عظيما ورشد في حياته وفي آخرته فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال المفسرون تشير الآيات إلى أن جبر الخواطر واستئلاف الخلق من أعظم المقاصد في تمام الدين أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني عنوان خطب رمضان جبر الخواطر وعنوان خطبة اليوم جبر الخواطر في القرآن الكريم أيها الإخوة جبر الخاطر مصطلح يعني العطف على المحتاج والعون للمصاب والسعي لإدخال السرور على قلبيهما وجبر خاطره إذا سلاه وعزاه وفرج الغم عنه وجبر خاطره إذا طيب قلبه وتدارك ما فات من أمره ومنه قولهم على الله جبر الخواطر الحزين محتاج إلى من يجبر خاطره بكلمة حانية والفقير محتاج إلى من يجبر خاطره بنفقة كافية والمريض محتاج إلى من يجبر خاطره بدعاء العافية والمظلوم محتاج إلى من يجبر خاطره بشفاعة وافية والمسن محتاج إلى من يجبر خاطره بزيارة وافية عندما يقضى الدين عن المدين يجبر بخاطره وعندما تصل المسافر رسالة أو مهاتفة ينجبر خاطره وعندما تفتح لمهموم باب الأمل وتؤمله بالفرج ينجبر خاطره وعندما تعين أرملة أو مسكينا أو يتيما تجبر بخواطرهم في القرآن الكريم دعوة عريضة لجبر خواطر الناس من حولك فأول ذلك ما جاء في الآية المفتتحة للخطبة فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر قال العلماء كما كنت يتيما يا محمد صلى الله عليه وسلم فآواك الله فلا تقهر اليتيم ولا تذله بل طيب خاطره وأحسن إليه وتلطف به واصنع به كما تحب أن يصنع بأولادك من بعدك فنهى الله عن نهر السائل وتقريعه وأمر باللطف معه وتطيب خاطره حتى لا يذوق ذل النهر مع ذل السؤال يقول الإمام سفيان الثوري ما رأيت عبادة يتقرب بها عبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم ولسورة الضحى سبب نزول يدل على جبر الله تعالى خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الشيخان عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين في رواية ليلتين أو ثلاثا فجاءتهم رأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك هذا الذي أنت تسميه الوحي تقول له أنه شيطان النبي صلى الله عليه وسلم مريض وفوق هيك ابتجي إمرأة من المشركات إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله تعالى تطييبا لخاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجبرا له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فطابت نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات في رواية قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد يعني ربه قد ودعه وتركه فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قل فالقرآن الكريم يطيب خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويرد على المشركين قالتهم ويفعل مثل فعل القرآن من نافح عن عرض أخيه ودفع عنه في موضع تنتقص فيه من كرامته كل من سمع من يتنقص أخاه فدافع عن أخيه فإنه بهذه الفعلة يجبر خاطر هذا الغائب أخرج الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة يعني جبر الخواطر مرات يكون بالمال بس مرات يكون بالمواقف والكلمات إذا سمعت بأن فلانا ينتقص أخاك بأن فلانا في موقف ضعيف وهو يذم ويتكلم عليه بظلم ونافحت عن هذا الصديق فقد جبرت خاطره أخرج الإمام أبو داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مرأا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته وشبيه بما حوت سورة الضحى من جبر خاطر من انتقصه الناس ما جرى في حادثة الإفك مع السيدة الطاهرة البتول عائشة رضي الله تعالى عنها تذكرون الواقعة تذكرون الحادثة صار المناشفقون يرجفون في المدينة ويتحدثون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في حق السيدة عائشة بالشين وبقي الوحي محتبسا لم تنزل براءتها مباشرة كأن الله يريد أن يختبر المسلمين ماذا سيفعلون والمنافقون صاروا يدخلون إلى المسجد يقولون سمعت ما جرى هل بلغك الحادثة عائشة كيت 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 والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يمنعهم عن هذا الكلام والمنافقون هم يريدون أصلا إغار صدور المسلمين بمثل هذا الحادث ولو لم يروا ولو لم يوقنوا ولكن مجرد حديث بالنسبة لهم مغنام لعله يشوش على الإسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من له معارفة بعائشة من قريباتها الناس يتكلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قرينتها وإلى من هي في رتبتها وهي ضرة من ضرائرها زينب بن جحش وكانت صديقة لعائشة وبينها وبين عائشة منافسة قال لها ما تعلمين فقالت زينب حاشا سمعي وبصري أنا لم أسمع عن الحادثة يقينا من عائشة ولم أره ما علمت إلا خيرا أنا يا رسول الله هذه عائشة لو في بيني وبين منافسة لا أعلم عنها إلا خيرا والله ما أكلمها وإني لمهاجرتها أنا متزع لأنويها لكن ما بيحكي عليها بالناس والله كل ما أعرفه عن عائشة أنه الطهر أنه الخير أنه العفاف ما كنت أقول إلا الحق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مرضعته فقالت حاشا سمعي وبصري أن أكون علمت أو ظننت بها قط إلا خيرا والله يا رسول الله ما أعرف عنها إلا كل خير لعائشة مع أن الناس يتكلمون كلاما سيئا وسأل جاريتها بريرة فقالت هي أطيب من طيب الذهب والله ما أعلم عنها إلا خيرا يا أخ أنت تخيل حالك في موقف شديد الصعوبة مكسور مظلوم يتكلم عنك بالنقص يأتي أخ من إخوانك يأتي صديق من أصدقائك فيشهد عليك بالخير في غيبتك ويدافع عنك في غيبتك ولابد أن هذا الحديث سيصل وقد وصلت هذه الأحاديث إلى السيد عائشة لاحقا وجبر بخاطر السيد عائشة واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في فراقها كثر الحديث أربعون يوما لم ينزل من السماء قال شو رأيكم الناس يتكلمون طلق عائشة فقال أسامة بن زيد يا رسول الله أهلك هذا الكلام الباطل والكذب ولا نعلم إلا خيرا ومرت الأيام ونزلت براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من فوق سبع سماوات وبرأها القرآن الكريم في آيات تتلى إلى يوم القيامة وعلمنا أن المنافحة عن أخيك والتحدث عنه بخير يجبر خاطره ويطيبه ومما نجده في القرآن الكريم من جبر الخواطر قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة يعني قسمة الموارث مات ميت والآن اجتمع الورثة الورثة يريدون أن يوزعوا الميراث ودخل معهم من هو غير وارث قريب لكن غير وارث حضره هذا المجلس فقيل لفلان الثمن ولفلان عشرة أسهم ولفلان عشرين سهم ولفلان خمسة أسهم ولفلان أربعة أسهم ووزع الميراث وربما يكون الميت غنيا جدا فتوزع الملايين قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين يعني من غير الوارثين فارزقوهم منه أعطولكم يا هنيك شيء قل أو كثر من هذا المال وقولوا لهم قولا معروفا تتحدث الآية عن جلسة توزيع الإرث على المستحقين لتقول إذا حضر الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتام والمساكين فاستحبت الشريعة أن يقسم لهم شيء يكونوا إحسانا بهم وجبرا لكسرهم وتطيبا لخاطرهم وتأنيسا لهم من انكسار رؤية الأموال تقسم في غيرهم يعني تخيل مش هديك جلسة أعدين عشرة هذا أخذ ميت مليون وديك أخذي ثمانين مليون هذا أخذ ستين مليون وديك أخذت أربعين مليون والملايين تقسم وفي شخصين هم من الأقارب لكن غير ولثة لكن يشاهدون الملايين توزع يشاهدون الذهب يقسم فالشريعة استحبت أن نرضخ لهم شيئا بسيطا كان أو كثيرا تأنيسا لهم من انكسار رؤية الأموال تقسم في غيرهم وإذا كان مال المتوفى قليلا فيعتذر إليهم بطيب القول يقال لهم قول معروف وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم فدرهم يسبق ألف درهم قال الإمام القرطبي قوله تعالى وقول لهم قولا معروفا قال سعيد بن جبير يقال لهم خذوا بورك لكم وقيل قولوا مع الرزقي وددتوا أن لو كان أكثر من هذا يعني عطيهم لو شيء قليل وقول لهم والله بتمنى يكون أكثر من هيك بس هيك الله أسهم لكم من جبير خاطروا بهالكلمة وإن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار ما بدك تعطيهم شيء بس يكعتذر إليهم بكم كلمة طيب وخاطرة روي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه فلم يترك في الدار أحدا إلا أعطاه وارث غير وارث أما الورثة فأخذوا نصيبهم وأما غير الورثة فأخذوا هدايا منه أو ممن سمحت نفسه بهذه الهدية وإنها لعادة جميلة اعتادها آباؤنا ورجالنا من هذه الآية فكلما وزعوا على أولادهم شيئا من المال وكان في الحاضرين طفل من غير أبنائهم أعطوه شيئا يسيرا أو كثيرا جبرا لخاطره وفي دورات القرآن الكريم كلما وزع معلمو القرآن ومعلماتهم الهدايا على الطلاب الحافظين لمقرراتهم حرصوا ألا يخرج طالب إلا بهدية ولو يسيرا جبرا لخاطر الجميع ودفعا للضغاء بين الطلاب يعني صحيح الأول نعطيه جائزة كبيرة بس حتى الكسلان كثير خلي أخذ له شغلة بسيطة جبرا لخاطره ومن لم يرد أن يرضخ لغير المستحقين وزع هداياه في وقت لا يحضره غيرهم وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حق الجار قوله وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له يعني أهدي لجارك فإن لم تفعل فأدخلها سرا وهذا السك الأديم يلي كنا نحمله وما يبين شو في قلب السك هذا له فائدة اقتصادية بس كمان له فائدة تربوية الكيس الأبيض الشفاف ونشوف شو في قلب الكيس إذا جايب كوي شفناه إذا جايب موز شفناه إذا جايب فريز رأيناه وربما الجوار لا يستطيعون أن يشتروا هذا الشيء كان في سك أديم جلد ما بيبين شو حامل سواء كنت حامل خبزا يابسا أو تحمل أفخرة أنواع الفاكهة الحديث يقول وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده والله هذا يعادي حتى على المدرسة ما كانوا يبعثوا مع الولد بعلبة الطعام موزي بركي فيه ورفيء وما بيقدروا يشتروا موز كسرنا له خاطره لا الولد لصغير ما كانوا يبعث بيبعث شيء يتناسب مع الجميع قريب من الجميع يفكرون في جبر الخواطر قال وَلَا تُؤذِهِ بِقُتَارِ قِدْرِكَ يعني بريح قدرك إلا أن تغرف له منها كل هذه الصور أيها الإخوة تدريب على قسمتك لمن حضر القسمة وكان من المعوزين لينجبر خاطره ولتكون من أهل جبر الخواطر وصورة ثالثة في القرآن الكريم يسعها الوقت مما نجده من جبر الخواطر ما جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته عندما كادوا له قال الله تعالى فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ أريد أن أسألكم كم كان عمر يوسف عندما ألقي في الجب كان صغيراً سبع سنوات ثماني سنوات كيف يقول القرآن فأوحينا إليه الوحي لا يكون إلا للرجال الأنبياء كلهم رجال بالغون فهذا طفل المفسرون قالوا يعني ألهمه الله تعالى ألقى الله تعالى في روعه بينما أجمع إخوته على أن يؤذوه الله عز وجل ألقى في قلبه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فسكنت نفس يوسف وهدأت فكان هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى لتثبيت قلب يوسف عليه السلام ولجبر خاطره لأنه ظلم وأوذي من إخوته والمظلوم يحتاج إلى جبر خاطره ولو بكلمة لذلك شرع الله تعالى لنا جبر الخواطر المنكسرة ومثله قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ظلما من مكة التي أحب فهي بلده التي ولد فيها ونشأ فاحتاج في هذا الموقف الصعب وهذا الفراق الأليم إلى شيء من المواساة والصبر فأنزل الله تعالى قرآنا مؤكدا بقسم أن الذي فرض عليك القرآن وأرسلك رسولا وأمرك بتبليغ رسالته وشرعه سيردك إلى موطنك مكة عزيزا منتصرا وهذا ما حصل فتصبيرك المصاب وموعساتك المظلوم والمكروب وتأميله بالفرج جبر لخاطره وتطيب أيها الإخوة هذه ثلاثة مواطن من القرآن الكريم فيها جبر للخواطر في سورة الضحى وفي قسمة الإرث في جلسة قسمة الإرث وفي قصة يوسف ولها في القرآن الكريم أمثال وأمثال من جبر خواطر الضعفاء وجبر خواطر الأنبياء وجبر خواطر الأيتام وجبر خواطر المؤمنين ما عليك وأنت تقرأ في ختمة القرآن الكريم إلا أن تبحث عن الآيات التي تجبر خاطرك أو تجبر خاطر عبد من عباد الله تعالى واذكروا أن من مشى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله تعالى من جوف المخاطر ومن فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والجزاء من جنس العمل ولئن كان جبر الخواطر محمودا دائما فإنه في رمضان أشد استحبابا لأن شهر رمضان شهر الصوم وشهر البر وشهر الجد وشهر التعاون فطيبوا بشهركم نفسا وأرضوا به ربا أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لقد أظلكم شهر ما أظل المسلمين شهر قط خير منه إن المؤمن لا يعد فيه القوة للعبادة وإن المنافق لا يعد فيه الغفلات فهو غنم للمؤمن ووزر على المنافق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيعفوز المستغفرين أستغفر الله ترجمة نانسي قنقر